في هذا الوقت يجب أن نوجد الكيكة للتفاح بمعنى الكلمة و هذه الطروفة للتفاح دائبة مع مادقة القرفة ضرورة أول حاجة كنا نأخذ 125 جرام الزبدال التي تكون بحرارة المطبخ أو البوماد تكون نرتبة شوية إما نكون جبدناها قبل ما نوجدو الوصفة أو نحطوها 30 ثانية في الميكرو أند حتى تطلق واحد شوية بالنسبة للناس اللي ما عندو مش الميزان كتاخدو هديك العلبة دي الزبدال اللي فيها رعب عادي المارغارين وكتاخدوها كتقريبا نص إنكم ميزانكم كنزيدو تقريبا كاس ديال السكار ما تكتروش كاس ما يكونش عامر بزاف ووحد الصاشي ديال الفاني اللي عندو الفاني سائل غادي يكون أحسن كنحاول نخلط هاد المسائل مزيان أو هاد المكوينات وننخدمو ذيك الزبدال والسكار مزيان كنناخد مبعد ثلاثة ديال الحبات ديال البيض كنفرق الصفر على البيض الصفر كنزيدو على الخالط ديال الزبدال والسكار والبيض كنخليف واحد الإناء على الجانب كنخلط مزيان داك الصفر اللي ضفنو كنزيد كاس ونصف ديال الدقيق تقريبا أولى ما يعادل مية وسبعين جرام الناس اللي عندو مش الميزان كاس ونص تقريبا صاشية ديال الخميرة من فئة سبعة جرام كنخلط كل شي مزيان وخال الخالط يبليكم قاسح ماشي مشكل حيث بقين غادي نخفوه ببيض البيض كنناخدو هادك بيض البيض اللي خلينا قبيلة ثلاثة وكنطلعوهم زيان بالطراب الكهربائي ماكنطلعو مش بزاف حتى كيشد فراسو غير غير واحد شوية حتى كيولي هكا كريمي كيف ما كتشوفو في الفيديو على هاد القوام وكنبدن نضيفو شوية بشوية على الخالط اللي خلينا قبل فماشي مشكله لا طيحتو بيض البيض اولا لا ممكن تخلطوه مزيان ماشي ضاروري ازا ما تخلطو من الفوق اللي تحت وكنزيدو هادك بيض البيض شوية بشوية حتى كيخفف معانا الخالط هاد الكيكا كتجي لديدة بزاف كتجي بالكيكا والبغيوش والقوام دياله كيجي شوية قاسح ماشي بحال ديال الكيك كيف ما كتشوفو كنحاول نقسمها كألة جوج ديال الدفوعات كنزيد الدفع اللولة ونخلط مزيان والدفع الاخيرة ونخلط مزيان بالفوي اول بالخلاط اليدوي كتحصلوا على هاد القوام اللي كتشوفو في الفيديو كننخلي الخليط الجانب وكنناخد ثلاثة ديال الحبات ديال التفاح اللي كنكون نغسلناهم كنقشرهم كنخويهم من الداخل ديالهم كنحيد لهم القلب ديالهم وكنقطعهم هكا مكعبات اللي كنزيدهم على الخليط ديال الكيك اما بالنسبة للمكوينت فضروري ما غضي تلقوهم اسفل الفيديو في الاخير كنزيد واحد شوية ديال القرفة كتعطي واحد نسمى زوينة بزاف كنناخد مول دائري عشرين سنتيمتر في القطر اللي هكا دهنتوا بزيت ترشيتوا بدقي قدرت ليه ورق طبخ غيباش نتأكدوا ان الكيك ماري شي يلسق كنن نكوب اولا كان نصب الخليط ديال الكيك في المول وكن ندخلوها الفران بنسبة لطريقة ديال الطهي اللي كيك يطيبوه من تحت فقط على 180 دراجة لمدة تقريبا 25 دقيقة من اللي الدوز هاد المدة كانشعلو شوية من الفوق حتى كتتتحمر من اللي خرجات زي ينتهب شوية ديال السكر غلاسي شوفو كيفاش تفاح دايب من الداخل جيه شيشة لديدة ما تنسوش برعو لي كريشة بصحة ورعا